النفوذ السياسي والعسكري فقط بل حتى بالصواريخ تتغول إيران في العراق وفي شريط الخصام الأمريكي الإيراني ليس ثمة عقدة مثل العراق تجتمع فيه التناقضات وتتبدل فيه المواقف ويتغير تموضع المحاور داخله وحوله بشكل يصعب تفسيره ولم يكن في يوم أكثر توترا مما هو عليه الآن بحكومة متهمة بفساد ملياري وشعب يعاني من الاحتلال وآثاره وطرفان شرقي وغربي يتحالفان مرة ويختلفان أخرى في يدي الحرس الثوري الإيراني عصا طويلة يلوح بها إن أراد التهديد لكن أن ينقلها إلى وكلاء محليين فإن الدلالة الزمانية والمكانية للحدث استدعت تصريحا أمريكيا ناثان تيك المتحدث الرسمي الأقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية يكشف أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى جهات وصفها بالخبيثة في المنطقة لا سيما في العراق يضيف تيك أن إيران التي قال إنها تمتلك أكبر قوة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط نقلت أنظمتها إلى أدواتها في المنطقة متحدية بذلك قرارات مجلس الأمن ومنتهكة سيادة العراق يستعرض المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية خطايا النظام الإيراني فيقول إنه استغل حسن نية المجتمع الدولي وسعى لبناء قدرة صاروخية واسعة متوعدا بالعمل على ردع برنامج طهران الصاروخي بما في ذلك تطبيق العقوبات الأمريكية عليها بشكل كامل في وقت صنفت فيه الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لكن من زاوية أخرى يبدو أن المسؤول الأمريكي أغفل سؤالا جوهريا تكمن في إجابته عدة سيناريوهات أين كانت واشنطن عندما نقلت إيران الصواريخ إلى العراق ولها آلاف الجنود المنتشرين فيه سؤال يحيل إلى حقيقة وهدف الغزو الأمريكي وكيف لواشنطن أن تسلم بلدا بحجم العراق لخصومها هذا إن كانوا خصوما أصلا ترجمة نانسي قنقر